مرحبا بك دكتور يا أهلا يا أخبرات كيف حالك؟ مرحبا دكتور دكتور بداية ما أشرنا إليه قبل قليل بالنسبة لسابك الارتفاعات بالحد السعر الأقصى بعشرة في المئة وصولا إلى 88 ريالا هذه النسبة من الارتفاعات لم نشهدها كثيرا على سابك في الفترة الأخيرة كيف تقرأ لنا هذه العودة لسابك والسوق كذلك بهذه القوة في تدولة هذا السبت بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أن السبب الأساسي والرئيسي الذي كان في تراجع السوق الأيام الماضية لعمليات المارجين كول وعمليات البيع الإجباري لكثير من المحافظة التي أدت إلى الهبوط بالنسبة للسوق بالصورة التي رأيناها لم يكن هناك أسباب اقتصادية مقنعة ولا كانت هناك اتجاهات لأن حتى سعر البترول في الفترة ديك في حدود السبعينات ولا يزال في حدود السبعينات إلى الآن البترول الـ 74-73 فبالتالي أنا أعتقد أنه كان الانخفاض كان ناجم عن أسباب خارج عن إرادة السوق وما كان فيه أي دافع من الاقتصادي بيجعل العملية تم إلا اللهم عمليات المارجين كول فبالتالي هبوط السوق كان نتيجة لضغط بيع قوي جدا سار في فترة معينة طبعا أمتص السوق والآن لو تلاحظ حتى حجم التداولات ارتفع نتيجة لوجود رغبة في الشراء ولا نتيجة لرغبة في الاستفادة من وضع السوق وهذا اللي أدى أن السوق اليوم نشوفه بيرتفع بيوصل لهذا الحد بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية كاقتصاد سعودي التوقعات أنه نحن سيكون فيه نوع من الانطلاقة ونوع من التحسن بالنسبة للاقتصاد فبالتالي أول شيء لكن ما هي أساسية هذه الانطلاقة؟ دكتور ليسين على ما ساعتمد ستعتمد هذه الانطلاقة في السوق السعودي والله المفترض أنه تتم الانطلاقة لكن كلما تبدأ السوق تتعدل وتبدأ الأمور تتحسن وتبدأ تصير ظروف معينة عالمية وغيرها ويبدأ المستثمر يخاف ويستشعر أنه أهمية السيولة فيبدأ طوالي يخرج لما تجي معا موجة بيع نتيجة لي انخفاض الأسعار لمستوية معينة بتجرف السوق وراها لكن عمليات التخوف الزائد وعمليات الانجراف الزائد وعمليات الابوط الزائد هذا المفترض أن السوق يكون أكوى قدرة على أنه يتلافاها لأنه حتى لو نجينا نظرنا بالنسبة لمكررات الأرباح بالنسبة لاتجاهات الاقتصادية بالنسبة للسوق وبالنسبة لاتجاهات النمو في أرباح الشركات وتحسنها كلها نحن بنمشي عكسها يعني الفندمنتل كلها بتقول لنا أنه الوضع جيد والوضع فيه تجاهات متحسنة لكن نرجع نتيجة لأي ضغط خارجي بنستجيب له بنجرف السوق وهذا الخطأ المفترض أنه يكون فيه نوع من الترقب والانتظار كذلك المشكلة الأساسية عملية الرسك الزائد اللي أحيانا بتنجي من نتيجة للدخول في المارجن لأنه مشكلتنا الآن أنه عندنا إما ناس خوافين بالمرة أو ناس يحبوا المخاطر لا بعد حد الناس اللي في الوسط بتدوا يخافوا تقريبا فهذا اللي بيأثر في السوق بيخلي نوع من الضبذبات اللي بنشوف هذه يعني ضخمة جدا للأسف عملية أنه وجود شخص بيدخل ومستثمر وقليل بيأخذ فترة أطول من عملية التداول اليومي ما هي موجودة بقوة في السوق السعودي فهذا اللي بيخلينا نشوف هذه الأشياء حتى إدارة المحافظ ما بيتم بالاتجاه للمفروض التي تتجه فيه لكن حتى قيم التداولات اليوم تعطينا صورة عن عمليات شراء قوية واندفاع شرائي هناك معنويات قوية في السوق خاصة وأن قيم التداولات تتجه إلى حدود 6 مليارات في تداولات هذا اليوم لم نشهد هذه أو لم نعتد على هذه المستويات في الفترة الأخيرة كانت في أفضل أحوال في حدود 5 مليارات بالنسبة لقيم التداولات ما الذي يمكن قوله عن هذه الارتفاعات دكتور ياسين التي تتزامن وهذه الارتفاعات بمعنى أن هناك سيولة داخلها سيولة شرائية في السوق هي سيولة أساسا موجودة في السوق ما هي موجودة لكن العملية هي أن الناس رأت أنه معهبوط السوق وصول المستوى يدي أنه فرصة الشراء الآن قوية جدا وأنك بتستطيع تأخذ الأسهم أولا بتشتري الأسهم على مكررات منخفضة وهذا اللي صار أنه لما نزل السوق لـ 5800 وأقل منها أبتدت الناس تشوف مكررات نحن ما شفناها لنا فترة طويلة فبالتالي كثير سارت عملية شراء حتى ليلت لكن هل كانت هناك سيولة جديدة دخلت إلى السوق دكتور أم أنها السيولة الموجودة حاليا تم تدويرها أنا أعتقد أنه عملية تدوير أكثر من أي شيء تاني أنه في ناس كانت عندهم سيولة محطوطة على جنب بتدهد فرص معينة واستطاعت أنها تستغل الفرص المتاحة لها أما أنه سيولة عندك بينات العرض النقدي بيبين لأنه في انخفاض في العرض النقدي من السوق المملكة العربية السعودية ما في ارتفاع وبالتالي ما في سيولة خارجية جاءت من برها لا لكنها كلها سيولة محلية وموجودة كانت مستخدم الأغراض أخرى ووجهت للسوق في ديك اللحظة وحاولت تستفيد من الفرص المتاحة فيها لكن بالنسبة لتوجهات هذه السيولة لاحظنا أنها عادت وركزت على الجانب الاستثماري أو على جانب الشركات المتعلقة بالأداء الاستثماري أو الأداء التشغيلي سابك أو شركات القطاع الصناعي كذلك شركات أو البنوك كذلك لأنها الأكثر ارتفاعا في تدولتي هذا اليوم ولو أن كل الأسهم ترتفع في تدولتي هذا السبت لكن التركيز من جديد على هذه الشركات هل يوحي بإعادة التركيز من جديد على البيانات المالية أو أداء هذه الشركات ربما في الربع الثاني والمرتقبة بداية من الشهر القادم ما في شك نتائج الربع الثاني حيكون لها تأثير مباشر على الاستراتيجية التي يبنوها مدران المحافظ أو المستثمرين داخل السوق وبالتالي عادة توجيه المدخرات لكن لا تنسى أن عمليات البيع القصرية التي تمت في الفترة الماضية هي التي هبطت أسعار أسهم معينة وهي تقريبا الآن الأسهم نفسها تحاول أن تستعود المسافة وتحاول أن تستعود الذي هو أكثر بيعا هو الآن أكثر شراء في السوق طيب السعودي في تدولة هذا السبت ونرى أين ستتجه السوق عند إغلاقات أولاد الدولة هذا الأسبوع كنوا معنا مشاهدين